تحياتي و اهلا و سهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز حلقتنا اليوم تيجي بعد فوز برشلونة المتوقع المضمون على الورق فهذا الفريق ما فاز على برشلونة من فترة طويلة وما سجل ولا هدف من 12 مباراة لكن الش اليوم سجل هدفين كاشارة انه ربما الوضع الحالي اصعب من اي وضع اعرفنا عن برشلونة كان المفروض نطلع نحكي مباراة كثير فيها مدح مباراة نقول عنها ببساطة كانت مثالية بكثير تفاصيل فيها لكن 15 دقائق من اهتزاز الثقة ضياع التركيز السبات العميق خليني اسمي خلت الانطباع سيئ جدا عن هذا اللقاء ولولا نيكولاس جونزالس لكان الكلام ربما اقصى واصعب من جماهير برشلونة على فريقهم اليوم لكن اتحقق الاهم اتحققت الثلاث نقاط في فريق اهم شي فيه الان انه يبني ثقته بنفسه من اول وجديد ايه لملم تشتت ثقته بنفسه من اول وجديد وعشان يعمل هيك ما فيه اهم من الانتصارات بغض النظر عن تفاصيلها معقدة غريبة عجيبة المهم نقاط تدخل في الرصيد تشجع اللاعبين اكثر واكثر تقدروا توصلوا للمطلوب شفنا اليوم شجاعة مميزة من بعض الافراد شجاعة بيحتاجها برشلونة برشلونة بحتاج اللاعب اللي زي قافي زي زلزول اليوم اللي بيمسك كرة بينطلق ما بيستنى واحد عشان يمرر له كان برشلونة ممل جدا في هذه العادة في السنوات الاخيرة انه اللاعبين كلهم كانوا يعتمدوا كثير على ميسي بالانطلاقات بانه يحاول يعمل كل شي لوحده والان شفنا لاعب او اثنين عم بيتقدموا جافي باحد التقدمات بسنج الهدف الزلزولي ما كان موفق صحيح لكن كان عم بيخلق مشاكل للخصم محتاج الفريق لاعب ممكن يفاجأ الخصم ما يكون الخصم عارف انه التمريره يمين او يسار محتاج نعم هذه الانطلاقات اللي كان مفروض يقوم فيها الان اصلا دي يونغ لكن وضحت شافي الان عم بيحاولي غير شوي دور دي يونغ ويخليه اقرب لصانع العاب في وسط الملعب ركزوا معاي وانسوا اللي صار اثنين سفر اثنين اثنين لاني ححكي عن الايجابيات خارج هاي العشر دقائق الغريبة اليوم شفنا تحويل الاستحواذ لتسديدات بشكل افضل من الفترة الماضية اليوم بطل الاستحواذ مجرد رقم 70-75% بعدين تطلع عدد التسديدات تلقاه هو وقلش مسددين زي بعض لا اليوم في فرغ كبير فيه كرة بتروح على المرمى وهذا الشي نتيجة شيء مهم جدا شفنا اليوم بهذا الفريق حركة اللاعبين مستمرة حركة اللاعبين مع بعض نسبية بشكل افضل مش كل واحد بتحرك بشكل مختلف لا فيه حركة واضحة كلاعبين عم بترابطوا مع بعضهم عم بيدوروا الكرة الكرة ظلت الدور اللاعبين عم بيتحركوا معها هنا بصير الاستحواذ ايجابي الكرة بتقدم على منطقة الجزاء وبتصير فرصة في رانجو ديجلا اذا بعرف احكي اسمه صح اللي هو مهاجب برشلونة اليوم اللي سجل هدف هذا اللاعب انا شفته في السعودية على الارض الملعب 90 دقيقة امام بوكا جينيورز حركاته كثير ممتازة ما بوقف عن ازحاج المدافعين بتحركه حتى لو بعيد عن الكرة دائما بقدر شدت المدافعين تحركاته كانت جيدة جدا خروجه اليوم طبعا كان واضح انه لازم تحط لعبين جدا في الارض الملعب لعبين اكثر رغبة قتالية هو شاب صغير وممرتبك فطبعا تشافي اثبت انه بتبديله هو صحيح رغم انه المنطق بيقول اضل المهاجم في هيك لحظات واكيد شفنا اليوم استمرار 3-4-3 في ظل شغلتين عدم قناعة تشافي باي واحد من اللاعبين اللي عنده كظاهير ايمن جربهم كلهم ما ضبطو حط حتى اراوخو على ايريك غالسيا على سيرجي روبيرتو على دست مش مخترع حدا فيهم فهو قال لك هاي الجهة قاتلي فحول لشكل اخر ما في ظاهير ايمن حول لشكل 3-4-3 الخطة اللي لما اجي اتفرج عليها واتفرج على نوعية لعبين وسط برشلونة وعلى نوعية مدافعين برشلونة الحاليين بقول ربما غير مناسبة صراحة حتى على اطراف برشلونة يمين ويسار اللي حيكونوا حيكون صعب جدا تنجح بالاسلحة والادوات الموجودة واذا ننجح فيها تشابي فعلا حيكون عمل شي فاجأني وصدمني فيه بس انا ما زلت اعتقد زي ما حكيت في الحلقات الماضية ما زلت اعتقد انها خطة مؤقتة ولما اقول مؤقتة ربما لمباراة واحدة جاي اللي هي إشبيليا اذا لعب فيها لانه لما يرجع آلفس حيلعب في 4-3-3 هاته التوقعي الشخصي يعني بصراحة المباراة كانت لازم تكون كثير سهلة زي ما قبل اهداف لكن برشلونة صار معودنا الان انه ما فيش اشي سهل معه حتى 3-0 ما بتكون ضمن الانتصار معه لكنه يبقى انتصار ذهني مهم جدا وهذا اهم شي اليوم ومباراته الجاي مع إشبيليا اخر مباراة بواحد وعشرين مباراة مهمة جدا لكل السنة الجاي كثير مهم برشلونة تشابي يفوز على فريق كبير يبث في الفريق ايجابي كبير بلشنا نمسك المفتاح تعي النتائج هزمنا ايشبيليا هالي المباراة ممكن تكون ثيرموميتر الموسم كل هتخليك تدخل اثنين وعشرين بايجابية افضل بروح افضل بتركيز افضل من كل اللي شفناه حتى الان اما لو خسر حيكون فعلا الحكاة المعلقة في المباراة الماضية لم يعود هناك مكان للجراح في برشلونة منطقي للغاية طبعا شفت في السوشال ميديا تعليقات بعد اللي جوال شتيقل 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 طبعا الهدف الاول صعب تقول شتيقل ممكن الهدف الثاني لازم تتوقع لازم راح لكن لازم نشوف اليقاب ذلك عم نشوف لعبين عم بيسددوا باريحية مطلقة بمسكوا الكرة بواجه الحارس بسددوا اريحية مطلقة بالكرة الاول ولاعب لحاله في الولد الثاني بيضرب راسي بكل اريحية كل هذا ما شفت الخلل ما بتقدر تطالب حارس بمعجزات حتى لو عودك في الماضي على المعجزات وزي ما حملت حلقة كاملة عن شتيقل كان ملخصة ببساطة لما يهتز ثقة الفريق بنفسه بالعادة اكتر شخص بتأثر في مسألة الثقة بالنفس هو الحارس وما بقدر احكي اللي صار اليوم مسألة خبرة شباب ومش شباب لا لانه المباركات ماشي صح وكان في لعبين خبر على ارض الملعب انت ما بدك كل اللاعبين في ارض الملعب يكونوا عمرهم 35 سنة وخبراء يعني لكن انا شايف طبيعي الفريق كان خبرته طبيعية متوازنة لعيد برشلونة لكن اللي مقدر اقوله انه اللي صار صار فيه دائما جاهزية نفسية عند برشلونة انه ممكن ما نحافظ على الانتصار اهتزاز ثقة وبنفس الوقت صار فيه جرأة عند الخصوم عليهم عشان هيك بقول ببساطة اهم شي برشلونة يعملوا الان يحقق انتصار وراء انتصار لانه هاد الانتصارات بغض النظر زي ما حكيت في البداية عن تحقيداتها هي اللي بترفع الثقة وبتخلي الخصوم اقل جرأة اللي حصل اليوم مجرد تذكير بصعوبة مهمة تشابي برشلونة قديش بده شغلي كتير عشان يوصل لفريق مستقر مريح نفسيا يشاهدوا البرشلوني كما كان يشاهد برشلونة في الماضي ضامن الانتصار على هاي الفرق زي الشي والفرق اللي سهلة اللي تزور الكابنو نوصل هون نهاية حلقة سلبي برشلونة كنت معكم انا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستجرام مضروري جدا نتابعوني على سلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى